موسيقى هل بات الفرج قريبا في ملف العسكريين المخطفين لدى النصرة بعد سنة واربعة اشهر من احتجازهم عنوان قفز لصدارة العنوين متقدما حتى عنوان التسوية الداخلية واستصمت عميق يخيم على الرابي ما سر هذا الصمت؟ ما هي شروط الرابي؟ وماذا يريد الموارنة؟ وهل تتكرر تجربة معادلة خير الظاهر أو الفوضى؟ هل الثمن لبنانيا ضمانات سوريا وإيرانيا؟ وكيف تستوي تسوية لبنانية في ظل نزاعات إقليمية بلا أفق في نظام عالمي مبعثر؟ سؤال وأسئلة عديدة أطرحها على ضيفي النائب الدكتور فريد الخازن عضو تكتل التغيير والإصلاح صباح الخير دكتور خازن صباح الخير للمشاهدين من سؤال وهو عنوان ما قالك اليوم بجريدة السفير رح افتتح الحلقة هل مسموح للبنان أن ينعم بحلول بفرج؟ هلأ يمكن الجديد فيه بمسألة المخطفين العسكريين وسط هذا النظام العالمي المبعتر وهذه النزاعات الإقليمية؟ أنا ويمكن هوني عندك بالبرنامج أيل من زمان أن الوضع اللبناني غير مرتبط مباشرة بالوضع الإقليمي وإلا كنا ساحة حرب مثل سوريا ومثل العرب لأنه عناصر النزاع الموجودة بالمحيط العربي موجودة بلبناني نعم لكن يعني خلافا لمرحلة الحرب السابقة نتأثر بما يخصر بالمحيط لكن الوضع اللبناني وأنا بيعتد فيه فيه أكيد تأثير خارجي لكن في جزء كبير من القرار بالداخل يعني الهامش لبناني أكثر مما هو خارجي أولا العالم غير معني بلبنان وأساس لبنان العالم القريب عنده مصايب ومشاكله يعني المحيط الإقليمي والعالم الأبعد عنده أولويات أخرى نعم هذا الواقع يعني والنزام العالمي ككل لبنان يعني مع الحرب بسوريا ما نوارد حتى بأجنبي وكان ممكن يصير فيه حرب بين تركيا وروسيا من كم يوم وما رح يصير والتوازنات الكبرى لبنان ما نوازن بهذا هيدا بيعني أنه في جزء كبير من الحركة السياسية في لبنان أو أي تسويه أو أي موضوع في جزء منه مرتبط والوضع اللبناني الداخلي ما طبعا تأثير خارجي موجود بدون شك بالملف اللبناني رح نحكي كل تأثير رح نحكي أثر هذا التأثير بس بالماضي بالماضي كان كل الوضع اللبناني بزمن الحرب نعم كان الأصف الأكبر منه بالخارج أيضا عن مقارنة يعني اليوم الوضع ليس كذلك يعني اليوم في شقف خارجي وفي شقف داخلي شقف داخلي رح نحكي أداش رسبت كل شقف لكل موضوع بس بي خلينا نبدأ بملف العسكريين المخطوفين سنة واربعة شهر مضي على احتجازهم اليوم الأجواء إيجابية كاريكاتور سافرو جبرة بجريدة البلد تحت هالعنوان ملف العسكريين المخطوفين كانت الكاريكاتور اليوم اللبناني عم بتطلع بالنظور لهذا الملف بعد معلومات عن عملية تبادل قريبة عندك معطيات لأنه هذي مقسات إنسانية صلت مع عادة مسألة عسكرية وصيئسية والجماع المخطوفين من العسكريين هن بياد جماعات إرهبية وبدن يبتزون يمكن هلأ ليش اليوم الوقت يمكن هلأ نعم الوضع بسوريا والضغوط اللي هي عم بتتمارس عليهم بشكل جدي هالمالله وربما إمكانية حزابات أخرى يعني التأخير والعاقة ما كان من لبنان نعم كان من الجماعات الإرهبية ومن أطراف كانت عم تتوسط ومنها قطر أو ربما غيرها أو تركيا مباركة يبدو اليوم في مرونة أكبر أنا تقديري بسبب الأوضاع بسوريا والضغط وأيضاً يعني المشهد النزاع بسوريا عم بتغير هيدا بساعد لكن ما في ضمانة إلا ما نشوف إنه المسألة اللي أنجزت نعم وتم الإفراج عن الرهائم بأي حال اللواء عباس إبراهيم قال واللواء عباس إبراهيم السفير إنه بعد ما فينا نقول إنه بدنا نظل متحفظين حيال هالوضوع بدون شك بدون شك لأنه ما بتعرف بآخر لحظة شو ممكن يحصل بس اللي واء إبراهيم عم بتابع هالملف بحكمة وبمرونة محل ملازم وبشدة محل ملازم و يعني الأوضاع بسوريا المتغيرة اليوم يمكن أن تكون عاملة المساعدة بهالاتجاه بما يتفق لكن أكيد مش مضمون بما يتفق مع ما تتفضل به اليوم في حديث بالنهار عن هدنة ستسري ابتداء من ظهر اليوم بمنطقة الألمون السورية لفترة 48 ساعة ربطت باحتمال التهيئة لعملية التبادل التي يفترض يتولى تنفيذ الأمل عامل لبناني مع جبهة أدنصر يعني اتطورات الميدان كمان لها علاقة بشكل أو بآخر ولكن بهذا الملف تحديدا كمان بحسب ما صلتت الضوء عليه جريدة الأخبار الجنود الرهائل لدى داعش يعني ما فيه لم تظهر أي معلومات بعد عن مصيرهم بضل رفض داعش كل مبادرات التواصل بهذا الشأن مظهرا لا مبالات تجاه أي دعوة لتفاوض معه ليش هون داعش بختلف عن النصر بمقاربتها الموضوع خلقنا بدنا نرجع كتير خريحة كبيرة إنه خمسة وعشرين أو ثلاثين عسكر لبناني يخطفوا ويتحولوا إلى الهائل وقت اللي كان فيه مفاوضة أو تفاوض مع هيئة العلماء وبوجود الجيش بالمنطقة هلأ مين انتقل للنصر ومين انتقل لداعش لقد هلأ مش عارفين بس فيه مجموعة أخدتها النصر أو إذا كلهم أخدوا مجموعة وحدة وتقاصة مول ما بعض طيب داعش ليش ما عم بتحتو هذو النصر بمقاربتها الموضوع النصر شو بدى داعش داعش بدى بدى تخرب ما حل ما بتقدر تخرب بالمنطقة أو بالعالم وداعش أعلنت الحرب اليوم على العالم أكيد مع داعش نعم فيه صعوبة أكتر هلأ اللي كنا نعرفه أنه جبهة النصر كان عنده ارتباط مع تركيا ومع قطر وربما دول أخرى وكان فيه مشروع أمريكي سعودي قطري خليجي ما بعرف باعتبار داعش من المعتدلين نصر باعتبار نصر نعم بتذكره ايه كان فيه مشروع مشروع قرار من شي كم شهر أنه داعش هن هن الخطر الكبير هن الإرهاب نعم ونصر يلي مرتبطة بالقاعدة صارت معتدل يعني فحوا الكلام مع داعش كان فيه خطوط مع النصر كان فيه خطوط عبر وساطة هيدا الطرف وهيدا الطرف نعم مع داعش والنصر كان دايما نعم ويمكن النصر محل ما موجوده أقرب على الحدود نعم من داعش وما ننسى أنه بين النصر والداعش فيه حرب كمان ما عم بقتلوا بعضهم داعش والنصر واتنينهم إسلاميين تكفيريين متطرفين بس ما هني عم بقتلوا بعضهم كمان ويمكن لأسباب عم بقلك جغرافية أنه هادي المنطقة القريبة عارسل نعم موجود فيها النصر ومش داعش ما منع المهار بعده أي هالما صيرهن غامض بس مقساة إنسانية خلينا نقول للسياسة هالمقساة بالموضوع المقطوفين اللي عم بصير اليوم بالسياسة بتوصفوا بالمقساة لأ مش مقساة هالقد لأ لأ إنه فيه والدليل إنه فيه حركة هلأ مشاك مم بس حركة خلينا قللك ما فيه رهين وما فيه مخطوفين بموضوع السياسة شو فيه لك فيه خلاف سياسة حركة هلأ وفيه حركة هلأ من بعد ما اسمعي أعلن عن ترشيح جدة لكن غير رسمة للنائب سلمين فراجي مثل ما هو وصفوا نعم وهذه طبعا عملت حركة أكيد حركة عابرة للأحلاف عابرة للقراط عابرة تقلق شو عابرة للأحلاف أنا بعتقد هي المفاجأة كانت هون ما عم نحكي عن الأشخاص ما عم نحكي عن نايب سلمين فرنجي وما يمثل ووضعه ومصدقيته وظلمة واضح يكلمة ووقفه بس يلي صار خليني ألك ما صار إله تمييد ما صار إله مقدمات يعني متل واحد معه أمبلي فتح الأمبلي تأكبه على الخصم انفجرت بالبيت كيف لحلك كيف كيف قريت الموضوع بهذا الشكل إملي سياسية نعم نعم بعتقد الرئيس الحريري حبك هالموضوع مع أطراف بالداخل وبكرة بدي يبين كل شي من أجل وبدو أخضر أو ضوء أصفر أو ضوء أحمر أو ببعض بضوء معامل سعودية إنه من كيب هيدا الإملي على الخصم على العماد عون وحزب الله بس هي وعم تنفتح الإملي فتحت بالبيت وصار في ردود فعل الأوية والحاسمة هي من القوات الليبنية من دكتور جهجر هي من القوات ومن الطيار الوطني الحر دكتور خازن خلينا إشرحلي القوات الليبنية والدكتور جهجر والموقف اللي اسمعنا هي مبارح واللي اسمعنا هي قبل عن لسين مقربين من دكتور جهجر هذا كله بالإعلام واضح إنه في رفض لهذا الخيال لأسباب عديدة نعم معروفة أديمة وجديدة وبسبب الموقف السياسي وغيره عند العماد عون بعد مصر فيه موقف أصنا هو لا موقف مش موقف أصناعي أصناعي أصمت بحد ذاته مش موقف مصر فيه بعد اجتماع نعم طيب هيدا مش موضوع بسيط اس جمهوري بشيك ما بيتطلب تشاور اتفاق على مضامين معينة على برنامج معين بشيك لسيما وقع إنه العماد عون ونايب اسلامية فراجية حلفة بشيك طيب هيدا بيتطلب حد أدنى من التواصل والتشاور يلي مصار واللي ما يدعون عرف عن الموضوع مثل ما كلنا مثل ما عرفوا الناس بالإعلام هو عنصر المفاجأة يستخدم أحيانا لحتى ما يقود على المبادرة عنصر المفاجأة بين الحلفة بيصير عنصر مضر يعني عم بيحكي 14 دار مش بس الدكتور جاجع وغيره فيه كتير وبطيال مستقبل فيه أكتر من الموضوع نعم بس هوني ما عم بتقول إنه فيه مشكلة كمان بمقلب الفريق والسياس بينما عنصر مفاجأة نعم عند الفريق التاني نعم إله إله مخارج وإله أخده عطا ومو عم بيتفسر إنه هايدي موقف من يعني من خسن بينما عند الفريق الآخر التفسير الكلام واضح هلأ بكل الأحوال نعم طرح يعني بعدنا بأول الطريق خلينا نقول تم يعني توصيف آآ نايم سليمان الفريقية لوضع الترشيح كتير كتير صائب إنه ترشيح جدة وأكيد جدة لكن بعد ما صار رسمة مزهود عنده إذن وهلأ بين من الجدة للرسمة فيه تشاور وفيه أخده عطا وفيه حركة نعم والحركة هلأ عم بتصير والمواقف عم بتتبين بس فيني أكدلك بالنسبة للعماد عون إنه ما فيه موقف سلبة لكن فيه تشاور بده يسير وإذا أمر طبيعي ولا يمدعون لمعلوماتك ولا معلومات العلم هو بعده مرشح هو مرشح مش إنه تلاجع عن ترشيحه وبعدين فيه مسائل عديدة بده بحث ما هون الحكي دكتور خازن هلأ بدنا ناخد بريك خلينا ناخد بريك بعد مباشرة ما فيه حركة كيفنا ناخد بريك بدنا ناخد بريك لأنه هالحركة بده وقت أكتر من اللي معلية لأنه هاي دي الحركة بيقوله كمان أنه عمل يعني موقف الرئيس الحريري أو هذه المبادرة عملت مهجزة عجيبة عند الموارنة والمسيحيين خلت أوصال دكتور جعجعة تقول أنه قد يمشي بطرح العماد عون للرئاسة إذا بقت الأمور فيها الحال إنه في عجيبة عمدت في الزمن العجيب لكن شو لبريك ساعة لا خلينا ناخد لبريك ونرجع من بعض طيب ترجمة نانسي قنقر شكرا